بعد هدوء النسبي مرت به جوالة الرابط المحترفة إثر موجة العنف التي هزت البطولة منذ طلاقها ها هو العنف يضرب من جديد حيث عرفت نهاية الأسبوع الأخير أعمال عنف وأحداث شغب خطيرة مست ملاعب الوطن من قسم الهوات وتسببت في سقوط جرحة من الرسميين وأنصار وحتى المواطنين فضلا عن تسجيل خسائر مادية معتبرة ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب العنف في ملاعبنا العنف هذا ما راش جديد علينا ما راش غريب علينا والعنف هذا إلي بسبيسي فيكس ولا سبيسيال ما بول الفوتبول العنف هذا راه يجي من الشارع بارتو طرح للشارع الدوكات طرح البلاديات طرح للدار الشرع طرح الشاب الجزائري كي يكون ماشي مليح مدة تسمانا هو يعاني في حياته في رافي كوتيديان في نهاره الشاب هذا غير يحب يلبس يحب يخدم يحب يفوايا شيء ويجي الملعب ويشوف العاب ليخلص 400 مليون وما يفرحوش راي يدير العنف الرياضة الجزائرية والعنف الجماهري أصبح مصطلحان لسقان ببعضهما فالظاهرة التي نتحدث عنها استفحلت في الموسم الحالي وفي مختلف البطولات الوطنية بالنظر لعدم وجود إجراءات رضعية ضد مشاغبي الملعب واكتفاء السلطات المسؤولة كرويا بالعقوبات التقليدية على غرار عقوبة اللاعب دون جمهورة غياب المصداقية لدى الرابطة والاتحادية يعكسه تراجع هذه الهيئات عن قراراتها لأسباب مجهولة قد يكون لضغط الجماهر دخن فيها على الرغم من أن رئيس الرابطة الهوية لمالك نفى هذا الاتهام كانوا طعنة على المستوى التحادية نجلة طعنة على المستوى التحادية تؤلم مدى عطاولهم معلومات لي كانت مجهولة وللعضات على نجلة طعنة على المستوى التحادية كانت عند قراءة أخرى الأحداث الإسراء في القوانين الشارع ما يأثرش على الأشياء حديثنا عن غيب مصدقية الرابطة والاتحادية يجرنا أكيد لتذكر السيناريوهات السابقة على غرار ما حدث في مرحلة العودة من البطولة المحترفة الأولى أين استسلمت الرابط لرأي الشارع وأعادت النظر في قرارها الذي برمج لقاء درب كبير بملعب خمسة جوليا ليغير نفس القرار في آخر اللحظة وينقل الدرب إلى ملعب صغير فكيف يمكن للرياضة الجزائرية أن تتطور إلى الأفضل وتغيب مظاهر العنف عن ملاعبنا في الوقت الذي تعجز فيه السلطة المعنية عن بسط هيمنتها واتخاذ قرارات صائبة من جهة وكسب ثقة الجماهر من جهة أخرى موسيقى